تكلمنا عن العلم الافتراضي في فيديو قبل كده وجنالكم تاني بمعلمات ومميزات جديدة تعالوا نعرف ايه هي من ضمن المميزات اللي فيه انك تقدر تعمل لعبة جوه العلم ده من تصميمك وتبعد دعوة لصحابك وتلعبه مع بعض وبالنسبة للتعليم هيكون اضافة قوية جدا لانك لو عايز تسافر تتعلم برا ومش قادر تعمل ده بسبب طبعا تكاليف الاقامة والطيران وحاجات تانية كتير تقدر تعمل كده وانت في مكانك من خلال الميتا بيرز وكمان فيه خاصية انك تتكلم مع حد هو رفض الكلام معاك وده غير طبعا انك تقدر تتكلم مع حد توفى ايا كانت سلطك بيه كانت ايه واكيد انت كمان ميت مش كده لا انا مش ميت انا عايش ده غير طبع مميزات السفر عبر الزمن سواء كان الزمن اللي فات او الزمن اللي جاي يعني حتى لو عايز تشوف الفراعنة وهم بيبنوا الاهرامات هتعمل كده وكأنك واقف معاهم تقدر كمان تكون موجود في المباراة بس مباشر عن طريق الافتار الخاص بيك بس لازم يكون فيه حد حاضر في الواقع الحقيقي عشان يبعث لك دعوة وهتشوفهم ويشوفوك كأنك معهم فعلا وحتى شغلك واجتماعاتك او انك تتسوق من اي مكان في العالم ده برضو ممكن يحصل وانت قاد في مكانك وهي دي المعلومة اللي فزتونا ولو عايزين تستفسروا عن اي حاجة في الموضوع اكتبونا في الكومنتات وهنرد عليكم فضلا بقى لايك وسبسكرايب وفعل الجرس اشتركوا في القناة